وإذا سألك عبادي عني فإني قريب والنجاح والإنجاز من أحد أهم المفاتيح الفئة بكير يا صبايا حسب ما ورد عن نبينا بورك لأمتي في بكورها ولحتى تكون طاقات بيتك مريحة وفيه سعادة وهدوء نفسي عليك باستماع لسورة البقرة يوميا لحتى تطرد الشيطان والمشاكل سنيات مهمة لازم تكون بكل بيت أنا شخصيا مطمئة على وجوده بحياتي وذكراتي واستيكراتي وإلامي لحتى سجل مخططاتي وأهدافي وكل إنجازاتي مفكرتي عقدة العزم من إعداد المدربة سارة الشيخاني من سوريا مفكرة تحمل عنوان توهج ولا تنطفي مقسم بشكل احترافي لإدارة الوقت واستغلاله لإنجاز أكبر كم من المهام وإدارة المصاريف اليومية وضبطها بالإضافة لوجود خطة لتحقيق التوازن لمساعي الحياة من جميع النواحي نصيحة يا صبايا ابحثوا عن مفكرة مماثلة بالبلد يلي إنتوا فيه حتكون تغيير كبير بحياتكم هلأ لح نحكي عن أهم مفاتيح من مفاتيح السعادة الصلاة على وقتها يا صبايا الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين نحن بزمن كترت في الزلازل والكوارث حسب ما عم تشوفوا بالفترة الماضية نحن بحاجة للعودة لله على وجه وجبة الفطور أهم وجبة باليوم أسرع الطبق لوجبة الفطور أصابع جبنة أشقوان وأصابع مرتللة مقلية وجبنة كيري أو أي نوع جبنة مطبوخة وشرايح خس نحط طبقهم برغيف خبز التورتيلة نقدر نستخدم هاي الوصفة لوجبة السحور برمضان طيبة كتير وبتعطي الجسم طاقة هلا لما بدنا نلف الصندويش لازم نرفه كتير منيح لأنه بدنا نقطعه شرائح وفيكم تلفوه بستريتش وتحطوه للبرات بعدين تقطعوه بيطلع قطيب هلا هون لحوزع الشرايح يلي قطعتها بهذا الطبق الخشب الأطباق الخشبية هي أطباق مميزة كتير للتقديم خاصة على طاقة القطور وبالنسبة لإلي هي المفضلة عنتي هلا هون لحط شوية تحلاية بسيطة قطعت شوية زبدة مع مربى الكراز إذا عجبتكن الوصفة جربوها ودعولي وشاركوني أراءكم بالتعليقات هلا هون حابة أحكي لكم عن السمنة المصرية البلدية الأصلية اكتشاف جديد غير طعمة الطبق كتير طبعا أنا مقيمة بمصر بالبداية شكلها بيكون كتلة مثل الزبدة ولازم نسيحها بهي الطريقة على نار متوسطة ونراقضها كل شوي كرمال ما تحترق التسيح بالكتير بياخد نص ساعة هلا هون عم ورجيكم الفرق بين مراحل التسيح والمرحلة النهائية اللي بتكون وسطان طلة الزبدة فيها والمرحلة اللي قبل لاحظوا بهاي الوجبة انتهى الفوران وصار فيه على وشها رغوة صار لازم انقيمة ونصفية تماما من هي الرغوة وهيك صارت النتيجة النهائية لحتجمد خلال ساعات قليلة وتصير بهذا الشكل إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الإشعارات ليصلكم كل جديد أجمل التحية عاد هلال رمضان الماضي الرابط تابعوا بسندوق الوصف